بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة النادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس أنا بعتذر لحضراتكم وبتقسم جداً جداً أن أنا ما طلقتش مبارح بس أنا ما طلقتش مبارح ليه؟ طلقتش مبارح؟ لأن مبارح كان نهائي كأس مصر كأس مصر في كرة السلة أجستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي بلاعب كابتن أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري وعندما كنا نتكلم في السابق في السابق من حوالي فترة مش هقول أدي إيه لكن من فترة كنا لما بنيجي نتكلم عن كرة السلة وبنقول دايماً أن هناك أندية أخرى غير النادي الأهلي بتحصد عدد كبير من البطولات من فترة كلام ده ولكن دلوقتي لما بنيجي نتكلم بنتكلم على أن النادي الأهلي في كرة السلة استطاع أن يغير أشياء كثيرة جداً في كرة السلة التدولات يا عم إسلام بتتكلم على كرة السلة أنا بتكلم عن نجاح إدارة نجاح إدارة في أن هي تجيب جهاز فني جيد علشان تقدر تغير من شكل فريق كرة السلة التاريخ اللي فات تاريخ كبير وسيظل دائماً تاريخ النادي الأهلي في كل البطولات تاريخ كبير جداً ولكن الأيام اللي فاتت كان عندنا مشاكل مش الأيام اللي فاتت القريبة من شوية يعني كانت عندنا مشاكل قدرنا الحقيقة أنها تتحل ولكن اتحلت إزاي اتحلت بأن احنا يكون عندنا مجلس إدارة بيحبنا دي مجلس إدارة بيحبنا دي وبالتالي بيقدر يجيب مدير فني هو شايف أن هذا المدير الفني هيعمل جيل من اللاعبين يستطيع أنه هو يفوز بعدد أكبر من البطولات اللي كل جمهور النادي الأهلي مستنيها